موسيقى أسعد الله ومساءكم مشاهدينا الكرام نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج مساء تور من أجل تنسيق من أفضل بين مكوناتها أحدثت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا وعقب اجتماع لمكونات الأغلبية خصصة للتداول في مستجدات العمل التشريعي والرقابي ومستجدات الساحة الوطنية ثم تثمن جرأة الحكومة في برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال الولاية الحكومية الحالية كما تفعلت فرق الأغلبية مع مقتضيات مشروع قانون المالية ومساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية فأي عكاس لهذه الهيئة على عمل الفرق البرلمانية الخاصة بالأغلبية وما هي الملفات المطروحة على هذه الفرق خلال هذه الدورة البرلمانية وكيف يمكن لتنسيق الجهود أن تواجه المعارضة التي بدورها أعدت العدة للملفات الساخنة التي يطرحها الدخول السياسي أسئلة من بين أخرى نطرحها على ضيوف الكرام الأستاذ ميلود بالقاضي رئيس المرصد المغرب للدراسات الاستراتيجية والسياسية مرحبا بك شكرا سي نوفل الترحيب موصول أيضا بالدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا مرحبا بك أهلا نخي نوفل وشف عن السلاح إلا جلست على اليمين كنا سنرحب بك أولا اليمين كديس أخذه منك أستاذ أهلا مرحبا بكم جميعا ما هو الدور لهذه الآلية التي تم إحداثها بعد اجتماع يوم الثنين الماضي بين فرق الأغلبية وهي فرق مهيمنة مسيطرة على كل شيء إن صح التعبير من البرلمان بغرفتين وصولا للمجالس للجهات للجماعات قل متى شاء أولا تشكيل هذه الهيئة في هذا الوقت بالذات ليس موجهة للشأن الداخلي بالمؤسسة الشرعية البرلمان بقدر ما هي موجهة إلى أغراض خارجية تتمثل أولا في الالتزام بما جاء به الخطاب الملاكي الذي دعا دبلوماسية الموازية ثم دعا المؤسسات البرلمانية وأيضا بقى كل مؤسسة الدستورية بأن تصبح محاميا شرسا للوحدة الترابية وهو ما سماه صاحب الجللة الانتقال من التدبير إلى التغيير بمعنى التغيير في الخطاب التغيير في المقاربة التغيير أيضا في الإقناع وبالتالي فالهيئة هي هيئة الآن جات في وقتها وهي أيضا قريبة من هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية يجب أن لا ننسى أن أيضا للأغلبية رئاسة الأغلبية الحكومية عندها هيئة عندها واحد القانون التنظيمي ميثاق ميثاق لديها اجتماعات دورية لديها ميثاق شرف تحدد أريد الشغال وأعتقد أنها أشياء إيجابية لأننا نلاحظ وهذه بكل الموضوعية أن هناك انسجام كبير وتنسيق ممنهج بين أحزاب الأغلبية كانت ثغارات خرج من بين ظهرانيهم من تحدث بعكس ما يقولون خرج من انتقد وزراء في قطاعات في الأغلبية من الأغلبية على مايك البرلمان يعني التوقيع في ميطاق شرف لا يعني أننا لنا ليسان واحد لا عندنا تلت ألسن نختلف في المرجعيات نختلف في الرؤى ولكن نختلف في الدطاق في الشكريات ولا يمكن أن نختلف على المبادئ يجب أن نفرق بين المبادئ أساسيا المؤطرة لميطاق شرف وبين الآليات لتفعيل هذا الميطاق شرف والطبيعي جدا وقع عندي واحد سؤال فيه شيء من النية المبيتة نية إيجابية طبعا أعطيه لأستاذ الوردي هل اليوم تمتين الجبهة الداخلية لأحزاب الأغلبية هو الذي كان وراء هذا الاجتماع وهذه الألية الخاصة بالتنسيق كوننا في نصف الولاية الأخيرة للحكومة وبالتالي سيكون هناك حتى داخل هذه الأحزاب مرحلة إعداد للانتخابات المقبلة شيئنا أم أبينها لـ 2026 وبالتالي لكي لا تنحرف بعض الأمور عن مصاريها نحن نتوحد في الدبلوماسية البرلمانية في التعاطي مع الملفات الشائكة طلبات الطيب، المحامون، إلى غير ذلك الجرأة كما قالوا والشجاعة في بيانهم الخاص بالحكومة التي أخرجت مجموعة من الملفات التي سكن الترف منذ زمن هل هي بالفعل لوضع هيكل ناظم؟ تشاور مستمر وبالتالي لا ينحرف أيهما عن الآخر من أجل مصلحة حزبية فئوية من أحزاب ثلاثة تكون الأغلبية هي أولا هذه البنية هي بنية جديدة تؤكيد على أن الأغلبية المريحة التي تستمتع بها التالوت الحكومي على مستوى الغرفة الأولى والغرفة الثانية وعلى مستوى الجماعات الترابية أو مجالس الجماعات الترابية تؤكد من الموس على أن هذا الوضع الحالي فيه تكريس لمنطقة التعاون وربما الاستمرار في التعاون إلى حين ترعيات 26 ألف هذا لا يحول حوله حائل هذه نقطة أولى نقطة ثانية بعد الخارجات الغير محسوبة التي يقوم بها بعض المنتمين لأحزاب الأغلبية الثلاثة في مجموعة من الحلقات ومجموعة من الأرضيات التي تناقش من خداياها مجموعة من البلفات ربما لا أقول الحارقة ولكن الاستراتيجية هذا التأطير فيه أولا عطف على متاق الأغلبية الذي يجمع بين الأحزاب الثلاثة في إطار رئاسة الأغلبية ثم مسألة ثانية في إطار خلق بنية موحدة لا أقول لمجابهات أو مقارعة المعارضة لها كذلك أن تقوم بذلك ولو بقلتها العددية اعتبار أن المعارضة ترأس لجنة العدل وتشريع هذه نقطة أولى ثم كذلك الأغلبية تريد أن تعطيها مجموعة من العبر للناخب اعتبارا كما قلت أخي الكريم هناك نصف ولاية حكومية هناك بطبيعة حد مجموعة من الإكرهات مجموعة من الإشكالات المطروحة على طاولة النقاش أن بيان الأغلبية لما تم الإعلان عن هذه البنية ذات سبغة استراتيجية أي شيء يتم من خلال تدبير قضايا الشأن العام ولو على مستوى الغرفة تشريعية مسألة محمودة ولكن تحدثوا عن قانون تنظيم الإضراب عن حل مشكل طالبات إخواننا الطلبة الذين هم طالبات الطيب وطالبات الطيب كذلك المحامون مجموعة من الإشكالات التي تم الحديث عنها لأنه سيتم تكريس منطق لا أقول الغلبة ولكن الأغلبية من أجل لا أقول تمرير ولكن من أجل الاتفاق المسبق لكي لا تحدث هناك إشكالات تؤرق بالا المنظومة الأغلبية ويمكن لا أقول المعارضة تركب عليها وإنما تخلق شناء كما هو الحق بالنسبة لكي إشكالية أن نطرح على العسل أو مربئ العسل أو موتيج العسل فيما يتخلق تعلق بتخفيض الضريبة في مشروع القانون اللمانية 25 قرأت قبل أن أدخل بعض المقالات التي تحدثت على أن هناك خلاف حتى داخل البيت الأغلبية والمعارضة كذلك تمتعد من هذا التوجه وهناك إشكالات يمكن أن تطرح على هذه الطاولة قبل أولوج اللجان من أجل مناقشة أولا هذه الملفات الكبرى ذات استراتيجية مرتبطة بالدولة الاجتماعية المرتبطة بالنموذج التنوي الجديد وكذلك إعطاء كما قلت أشد على يدك بيدي من حديد على أن الأمر مرتبط بإعطاء إشارات قبلية وهذا لا يمنعه القانون على أن اللحمة أو ربما التنسيق التنوذ الحكومي سربما يستمر في التنسيق إلى حين قرب انتخابات الشريعية لسنة 26 ألفين وخة ولكن هناك من كان قد خارج أيضا ليس في إطار البرلمان بل في إطار وهناك من له مرجعيات نقابية وإبان الأزمات التي كانت وخرج بخطابات نارية ربما شكلت بعض علامات الاستفهام على الانسجام الأغلبية التي يجمعها الميثاق كما قلنا ولديها جلسات دورية نبدأ بالدبلوماسية البرلمانية وأيضا إن كان جلالة الملك قد حث وهو تطرق إلى أن منذ توليه العرش انتقلنا من مرحلة التدبير إلى التغيير وبالفعل كانت مبادرة حكم الذاتي 2007 ومسلسط طويل من القرارات الأممية ومكاسب دبلوماسية واعتراف أمريكي فرنسي إسباني كل ما تشاء بالإضافة إلى القنصريات والدول الأفريقية والعربية والإسلامية التي تساند الوحدة الوطنية للمملكة ولكن كانت هناك إشارات أيضا على الحكامة وفي اختيار الوفود وممثليها إلى غير ذلك وهذه الإشارات تتوكب أيضا مع إنتاج لخطاب سياسي وآخر هناك متابعات قضائية بالجملة لا تستثني لأن الحزب الحزب جوه فقط عضو بالبرلمان أو عضو في مجلس الجماعة أو عضو في مجالس منتخبة أينما كانت وبالتالي عنا بالعشرات اليوم ما شاء الله وينتموني الأحزاب سواء كانوا في الأغلبية وحتى في المعارضة اليوم على مستوى الدبلوماسية الموازية فقط ربما هذا التشاور أيضا يخلق حسن اختيار لمن يدافع عن قضايانا الوطنية نعم قبل الإجابة يجب لا بد أن نحدد بعض المفاهيم نحن أمام تحالف أغلبي حكومية تحالف لا يعني الانسجام لا يعني الاتفاق في كل شيء لأن كل حزب عنده خصوصية دياله وعنده قواصم مشتركة إذن هذه الهيئة أيضا في بنياتها العميقة أنها عندها قواصم مشتركة ولكن تنخله واحد الهامش ديالحرية وأيضا ديالاختلاف لأن لا يمكن أيضا أن نجمع ثالث أحزاب اختلاف غير المعلن نعم وشيء طبيعي غير معلن غير معلن حيث من اختلف عوقب عقب حسبيا داخليا نكون واضحين مع المشاهدين صحيح نعم صحيح يعني من الحوار جميل وزوين ولكن نحن نختلف ونحن بمرجعيات وهذا نيو لبرالي وهذا لبرالي وهذا اشتراكي وهذا مع شنو أوكي ولكن حين اختلفوا على شخص ما مثلا عقب في حسبيه داخليا يعني اختلفون يتشاورون في غرفهم المغلقة ولكن أن يخرج الاختلاف على العلن حساب شوف قين فرق أنك تحلل الظاهرة من خارج الظاهرة وتحللها من داخل الظاهرة يعني حينما يكونوا من تكونوا واحد للعقاب عقاب على واحد حسب يعني النوعيات الخلاف إذا مس جوهر أسس الميطاق أما إذا بقي في الشكريات فهو مسموح السيميار مس الميطاق في خارجة في تجمع نقابي منذ زمن سابق ولكن السيميار شو ما عضو الاعتلاف حضو الأغلبية لا تحدث بأنه في صفتي النقابية حينها تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذت منها ومس القدرة الشرائية للمواطنين كان رئيس مجلس مستشارين حينها نعم وهو يشوف هذك عنده يعني هذك الطابع والحستق هنا قلناها ولم يمس الميثاق ولم يمس لا فقط لنوضح لستاذ المشاهدين أنه اليوم هذا شأنهم كأغلبية أن تكون لجنة للتشاور وربما حتى كما قلت قبل قليل فيما يخص الدبلوماسية الموازية حسن اختيار للأشخاص الذين سيدافعون عن قضايا الوطنية وليه كما قال البلاغ للصادر عن اجتمع الاثنين نعم لقرية البلاغ دي الأغلبية البرنامانية تتقرأ بوحد خلفية أول هو جاء كنتيجة لخطاب ملاكي ثاني نعم وهذا الخطاب يبقى هو المؤثر والمرجع الأساسي لتفعيل وتسريع وطيرة وطيرة النخب البرنامانية سواء كان في المعارضة أو في الأغلبية لكن لماذا الخطاب الملاكي طالب بتغيير الخطاب بتغيير اختيار رؤساء الوفود لماذا؟ إنه لها الدولة عند هذه دولة عندها حصيلة لا عندها تقارير ونحن نعرف أيضا القوة دي العمل البرناماني أو الديبروميس البرلماني ما كنت أحددها؟ نوعية النخب صح نوعية البشر حانا نعطيك إحصاء وبالمناسبة لسمحتي لي راشف ناب يعني الآن برئاسة مثلا سير رشيد طالبي العلمي البرلمان أو حين كانت سينعمة ميارة رئيسا لمجلس المستشارين رأى مؤتمر البرلمانات المتوسطية مؤتمر برلمانات جنوب جنوب شاهدنا يعني حضور وازن لا الشيء بشيء يذكر فقط حضروا ومؤتمرات انعقدات وبلغات صدرات ودعموا للدبلوماسية المغربية لكن الرئيس وخي يكون إيشتين عندك 395 برلماني لا أنا كنقول هو كيمثل هذه لا وعنده ما يمكنك تحكم في كل شيء رأى عندك أنا برلماني ممتل الأمة إذن على كلين إحنا القيادة صراحة أنا أتفق معك لا أنا قلت كان نشاط كانت حركية كانت ديناميكية على مستوى الرئاسة على مستوى الرئاسة والمؤتمرات التي احتضلها المغرب والسيما يرى رأى ده برئيس البرلمانات أتحاد البرلمانات لا أحتاج في الطربية كينة حركية لا السياقة التطور دي القادية الصحراء المغربية خاصة سرعات واحدة تتفرض عليك تتفرض إحنا ما يمكنش صاحب جليل غادي بوحد الواترة دي تي جيفي وانت تجي بليه كاربوسة بغادي ما تحطيش معتركي الطوبي أو سيارة قديمة أنا أرجع لك لديك قوة القوة الديبروميسية ترتبطه باش بنوعية البشر لديك مثال الآن عدنا 132 برناماني بدون مستور باكرورية 132 معندهم مش الباق معندهم مش الباق وعندك تديرهم شي وفد لا هذه إحصاءات أخذتها لكنهم للأحزاب جامع لا هذه المعطايت أخذتها من دراسات دي الوزارة الداخرية حول إحصاءات النخب دي الـ 2021 كان 109 تعليم تانوي مستوى باك نعم تانوي من هذه النظام دينا التانوي كان 21 مستوى ابتدائي ثلاثة بدون مستوى كان 260 مستوى تعليم عالي وحسب الدراسة هناك تراجع كبير للنخب ذات المستوى العالي مقارنة بالانتخابات السابقة التراجع كان بـ 36% إذا قارننا نخب البرلمانية ذات المستوى التعليم العالي دي الـ 2021 بالانتخابات السابقة كان تراجع إذا نتساءل على كلين أعتقد أننا الآن شيء جميل ما كانوا يجيبوا مقاعد من؟ هذو اللي 36% لتراجع نعطيك نعطيك نعم وغنم شلس الوردي لأنه أطل نعم يعني واحد نار في حوار مع السلعنصر وما أدراك ما السلعنصر هم للعنصر؟ هم دوم السياسيين في المغرب كان كأمين عام للحركة الشعبية وسألته سؤال بان انتخابات الثامن من شتنبه لماذا الآن الأحزاب لا تقدم نخب نخب شبابية سياسية مثقفة هذو اللي كتقول لأنه مشهادات العليا اللي اليوم سيقوموا بالأدوار المنطبة بالمؤسسة البرلمانية وفقا لدستور 2011 قال لنجمع نحن الأحزاب على مفاق فيما بيننا على أنه لابد أن تخصص كوطة معينة لهؤل الشباب قال لك أما أنا نمشي نختار شاب هنا أو هناك بشهادة علمية وغير ذلك لن يفوز لي بمقعد انتخابي إن كان هناك توافق بين الأحزاب هذه نضعها بين القوسين هناك ملفات شائكة وهذه الهيئة استبشرت خيرا بحل ملف طلبة الطب الذي بالمناسبة جاء عبر مؤسسة الوسيط نعم فكرة جيدة بعد أزمة ضربات استمرت تقريبا لسنة سلام كان هناك استبشار خير بأن يكون ملف المحامون على طاولة الحوار وليس أن يكون هذا التناقض الذي نشاهده اليوم نعم بين الأطراف المعنية وكان أيضا الإعلان عن الجرأة والشجاعة كما وصف البلاغ الحكومة بإخراجها لقانون الإدراب وبالفعل قانون الإدراب من 1962 أول درستور في المملكة وهو يسكن الرف هذه الإشادة أيضا تتضمن مساندة ستكون وفقا للمؤسسات نعم الدستورية مؤسسة تشريعية نعم في مواجهة معارضة هل هذا يعني إشارة للمعارضة على أننا اليوم متماسكون وفي نفس الوقت الملفات التي قلتم تقولون أنها محط احتقان اجتماعي نحن نعكف على حلها ونحن سنكون مساند يعني قوي وفي لحكومة شجاعة كما قال البلاغ وفي الحقيقة هنا نقطة أساسية أولا يجب هوبا على زميلي لأن احترام الانتماء الحزبي في الأغلبية وهو ملزم ورجعي بأرقام ملزم لا لأننا تحدث والله تستحق أن توضع تأخ المجهد الأخ الكريم نعم هذه أرقام يجب أن تحلل في إطار الواقع السياسي وكما نقول الاحترام لالتوجه للأغلبية أرى هو الأساس الذي يبني عليه ميثاق ميثاق نعم لا يمكن أن أخرج كبرلماني أنت من الأغلبية وعارض توجه لأنه كما قلنا هذه البنية الجديدة ستحدد مجموعة من المعالم الكبرى لن نكمم الأفوال الأغلبية لن تكمم الأفوال ولكن الحديث على أساس توجه تريد من خلاله الحكومة التسريع من واتيرة تنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة على أرض الواقع على التبار بأن الوقت لم يبقى أو لم يتبقى ورهان استحقاقات الشريعية 26 ألفين هي غدا مسألة الثانية المرتبطة بتحديد الأولانية لا روى عنده الحق لأنه اختلاف المرجعيات بين الأحزان عنده الحق لا في نقطة ما هو عهد عهد بين الناخب وذلك الحزب لأنه أرسمعتي وقلسي أوجار خرج مؤخرا وتحدث أنه لا يمكن أن يتخلى المحزب عن خلفياته ومرجعياته ولكن المتاق الذي يربط بين أحزاب الأغلبية هو ميتاق شرف لا لا والأستاذ الكريم وتركني أتحدث لا وعطني الكلمة أطني الكلمة لكي أتحدث أنت خليتك الكلمة لم أعرضك وعطفت على ما قلته قبل قليل ولي ليعق الرد نعم لأن المسألة المرتبطة بعدم لا أقول لانصياع وعدم اتباع أو اكتفاء أتر الاتفاق الذي يربط بين أحزاب الأغلبية سيؤدي إلى نهيار هذه الأغلبية أن يقوم كل حزب من هذه الأحزاب الثلاثة بمعارض الآخر لن تستمر هذه الأغلبية نعم مسألة الثانية مسألة الثانية هذا رأيي مسألة الثانية المرتبطة بتحديد الأولويات هذا البلاغ حدد أولويات خانون تنظيم الإضراب هي مسألة ذات سبغاء استراتيجية بمك لا لا سيلوردي ما مش أولويات هذا تحدث عن إشادات وتحدث عن توافق وتطابق ما جاء من مخرجات في الخطاب الملكي أما الأولويات وضعت إبانا للانتخابات والبرنامج الحكومي ولكن هذا في تحديد لما تبقى من زمن لا إشادة بالنجاحات والأزمات التي تمحل حالتها ولكن هل تم النجاح في إخراج القانون التنظيمي للإضراب وإشادة بماذا بجزء من البرنامج الحكومي بماذا ولكن الأولويات من شيء يعرفون على أن هناك توجه للحكومة أو الأغلبية الحكومية في إخراج القانون التنظيمي للإضراب الذي ينتظره الجميع كي نرسل للمعارضة إن سمحت لي المعارضة المعارضة أنا لا تحدث عن الكم بل أتحدث عن النوع على أننا يجب أن نقدم البدائن وكي نسمح ليس الوردي نعم نحن نشاهد الأغلبية ويصفق لها بغينا ولا كرانا عدديا لا مجتمعا عندها 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 هيئات كل اليوم كنت تنشئ لك هيئات تشاور هل ترجع تلك الكلام دي كنت تنسيق كنتماسك ولكن في نفس الوقت الواقع لا نقول لك ولكن كان هناك خرجات من هنا وهناك التي مست تماسك الأغلبية شئنا ما بين وكنا نشاهد تلك الصور الجماعية لأستاذ الأمناء العامة الثلاثة في اجتماع الأغلبية ويؤكدون في تصريحاتهم على الوحدة التماسك الانسجام الآن المعارضة عدة وعددا أكيد في مأزق نعم ولم تفلح في أشياء كثيرة من رجال تقصي إلى غير ذلك من الأمور اليوم هذه الرسالة ألا تحرك بعض الشيء في مكونات المعارضة 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 من ناحية النوع لا نتحدث عن الكم لأن القوة العددية هي الأغلبية والمعارضة بطبيعة حال يمكنها أن تقدم بدائل يمكنها أن كذلك تقتفيها الأطر الذي يكرسه المنطق الدستوري كما قلت قبل قليل عبره بوابة لجنة العدل والتشريع عبره كذلك الإعلام عبره كذلك ندوات عبره مجموعة من الأليات أسئلة شفاهية أسئلة كتابية جلسات شهرية هناك مجموعة من الأليات التي يمكنها من خلالها أن نسمع صوتنا أن تسمع صوتك خير من أن تنجح في آخر المطاف في كسب هذا الرهاني أو لا تكسبه لأن هناك مجموعة من الأليات التي كرس الدستور ديال 2011 للمعارضة ليس كسابقه من الدستير المقارنة السابقة منذ دستور 1962 سيكون عندها سمح لي سيكون عندها غادي معك أخذ ورد سيكون عندها حسابات الانتخابات في دور المعارضة حساب الانتخابات هو الفيصل وذلك من مفتاح السحري ما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يقع في المغرب ما يقع في فرنسا يمكن أن يقع في المغرب ما يمكن أن يقع في إسبانيا يقع في المغرب الآن أصبحنا أمام تصويت العقابي هذه مسألة قد أصبحت متداولة على مستوى مجموعة من المنابر الحزبية السياسية التي أصبحت تأخذ على أعتقد ربما أعتقد أن هذا فيه جزء من المقاربة الاستباقية للحكومة بأجل أن تقساب الرهان وكذلك أن تؤكد على أجاهزيتها أمام الناخل أجل استمالة رأييه في شريعية الـ 2020 والأصوات التصويت العقابي ركامة على تجربة العدالة والتنمية إن شاهدنا نسبة وتناسب من أين نتقل يوجوش يوجو عشرين تفضل المعارضة وحسابات التكتل لانسجام التماسك للأغلبية هي الملاحظ الضقيق لانشغال الأغلبية الحكومية يمكن يديروا حتى قييم موضوعي يتبت أنها ظاهرة جديدة في التحارف الحكومية وراء معمرو كان عنا ثلاثة شكل عنا جاي يعني لا كان عوامل ذاتية وموضوعية ما عنداش وقفة ولكن هناك انسجام هناك ضوابط ورئيس الحكومة توفق في أنه حاضر بقوة ربما نقول أيضا كانت مظهر الانسجام في التعديل الحكومي الأخير يبدو لا يعني يبدو قطائيا قطائيا لسه متحذبة السولو على الباب أنا نسحب استقلال سيد رئيس الحكومة كان موفقا في تحقيق هذا الانسجام في جمع هذا الثلاث يقول لك سيد رئيس الحكومة هو طبعا من أشرف على التعديل الحكومي لأنه دستوريا هو الذي لديه السلطات لا باش غير جوبك جوبت قبيل قطلك واش كان من مظاهر النجاح التعديل الحكومي كان من مظاهر النجاح والتماسك فيما يخص توزيع الحقائب الكتابات الدولة لا أستاذ لأن أستاذ جامعيتي حل المواطيات أنا ما تنأولش ما عنديش مواطيات وبالتالي هذه الأسئلة بس تمشي الزعمة الأحزاب أنا مأس سيميلود أنت مراقب للشان السياسي ولكن على ما أرى وليس على ما تقول لي الصناعة التقليد مثلا مشتل حسن السعدي حزب الأحرار حقهم لأنه يكون عندهم الكوطاف الأغلبية كذا وكذا السيد زيدان جاء به كفاءة من ألمانيا اختيرا للاستثمار أن الحكومة اليوم لديها أولوية ميثاق الاستثمار الاستقلال حاز تلك الحقائب لأنه مثلا السيد فلان الذي اختير لديه خبرة في هذا المجال وهما يريدون أن ينجحوا فيما تبقى من الولاي الحكومية هذه مقاربة كمحترمة يقولها المحلل السياسي هي مقاربة كمحترمة محترمة من بين قراءات متعددة أخرى نحن اليوم لأساسي المواطن المغربي لا يهمه التعديل المواطن المغربي يهمه ماذا قدرة هذا التعديل على تغيير السياسات العمومية على مستوى الاقتصاد ونحن نناقش انسجام وتماسك وقوة الأغلبية وأخراج آلية للتنسيق فإننا نقول أن التماسك هذه الأغلبية هو الذي مثلا أخرج إلى الوجود الحكومة الثانية لسياسي أخانوش ولم تحدث اختلافات تطفو على الصح مثلا الآن وقع التعديل الحكومي وقع أولا هو ديل إضراب توقف هذا من الموس صحيح للتعديل إضراب طلبة التبت هناك أيضا ديل المحامون فتح باب الحوار هناك الآن مجموعة من الإصلاح الداخل الجامعية للوزير غير مشي فيها إذن فالآن مباشرة من بعد دقيقة واحدة أعطي المعارضة حقها ماذا يمكن أن تقول في ذلك نعم لقضية المعارضة نحن أولا يجب أن نحددها للمفاهيم نحن لسنا أمام معارضة بالصيغات المفرد نحن أمام معارضات لأن في العالم كما تقول المعارضة هناك معارضة هناك أغلبية بعد الأغلبية واضحة تتخدم بكفيتين مشتركة جمعية أشكرك لأنه الكلمة الأخيرة 30 ثانية لا في الحقيقة المعارضة يجب أن تقوم بخلق دينامية قد تقول لأن لا لن أعتمد على أن الأغلبية وأنا أقول أن الأغلبية لا قوة عددية ولا أقوم بشيء يذكر أن لا أضربه في المعارضة ولكن المعارضة اعتيدة على أنها تقوم بإحداث رجة لا على المستوى تواسعي ولا الترابي هناك الخطاب السياسي الأخ الكريم لأنها بالخطاب السياسي ترتقيهما مؤساسا وكذلك ممتل الأمة أينما كانوا شكرا جزيلا سوى الغرفة الشريعية وخارج الغرفة الشريعية شكرا جزيلا السياة عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط الوقت ومضى سريع شكرا شكرا مصول لك السيد ميلود بالقاضي رئيس المرسل للدراسات الاستراتيجية والسياسية شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ما زال الدخول السياسي فيه الكثير من الملفات التي يمكن أن تعالج ولكن وفقا لزوايا معالجة معينة لكن مواضيع استفدت فيها شكرا لك زمين لساعات شكرا جزيلا لكم حضوركم لإثرائكم هذا الحوار شكرا لكم شاهدين الكلام على حسن المتابعة إلى اللقاء